السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إخواني وأخواتي مشاهدي ومشاهدات قناة مكافح الشبهات وأهل وسلام بكم مع حلقة جديدة من خرابيط علي منصور الكيالي اليوم أعطيكم مثالا جديدا على خرابيط علي منصور الكيالي التي إذا صدقها أحد المسلمين سيضطر للخروج من الإسلام فورا إذن يعملون يفعلون يصنعون بصير عليهم خبير نلاحظ هذه الدقة لا تأتي كلمة عليم مثلا مع كلمة يعملون ولم تأتي كلمة بصير بما يفعلون أو تأتي كلمة خبير بما يعملون هذه هي الدقة المتناهية للدلال على أن كتاب الله وكتاب الله وكتاب الله هو كتاب سماوي منزل تعالوا بقى نشوف هذا الكلام صح ولا غلط لا تأتي كلمة عليم مثلا مع كلمة يعملون طيب يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف والله عليم بما يعملون أو تأتي كلمة خبير بما يعملون يقول الله سبحانه وتعالى في سورة هود إنه بما يعملون خبير المصيبة أنه بعد كل هذا العك بيقولك أن هذه هي الدلالة على أن كتاب الله هو كتاب سماوي منزل هذه هي الدقة المتناهية للدلالة على أن كتاب الله وكتاب الله وكتاب الله هو كتاب سماوي منزل طيب أنت لو سدأت الكيالي في هذه التخريف وبعد كده اكتشفت هذه الآيات أو قرأت هذه الآيات التي ذكرتها لك ستشعر أن الدلالة على أن القرآن كتاب الله ضاعت الدلالة ضاعت لأنها أصلا بنيت على باطل وعلى هواء وليست على حقائق مشكلة الكيالي أن كل ما تطلع في دماغه فكرة بيطلع يقولها بدون قراءة للقرآن الكريم أو بحث أو تدبر بمجرد من الفكرة بتيجي في دماغه بيطلع يهبطها زي ما هي كده واللي يحصل يحصل تخيل أنه يجعل هذه التخريف هي الدلالة على أن القرآن الكريم كتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى طيب تخيل لو واحد مسلم راح لواحد نصراني أو ملحد وقال له أن القرآن الكريم كتاب دقيق جدا فلا تأتي كلمة عليم أو كلمة خبير مع كلمة يعملون وراح الملحد أو النصراني مطلعها للمسلم من القرآن الكريم ساعتها الشاب المسلم ده اللي أخذ المعلومة الباطلة دي من الكيالي هيكون شعوره إيه عشان كده بنقول للمسلمين لا تعلقوا إيمانكم بالله أو إيمانكم بالقرآن الكريم أو إيمانكم برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقوله الكيالي لأن أغلب ما يقوله الكيالي عبارة عن تخاليف وليست من العلم في شيء أكبر مشكلة أن شخص يضع كتاب الله على المحك فيصدقه بعد من لا يعرفون عن دينهم إلا أقل القليل يقول لك الدليل على صدق القرآن الكريم كذا ويكون هذا الدليل خطأ فيخرج أعداء الدين ويقولون دليلكم خطأ إذن القرآن خطأ هذه من أكبر المشاكل التي يقع فيها علي الكيالي ولذلك أنا أضع علي الكيالي ضمن قائمة الذين يقول عنهم الكيالي بسطاء فكريا بسطاء علميا ما ينفعش أبدا تخترع هذه الأباطيل وتجعلها قواعد وتحاكم كتاب الله إليها نسأل الله تعالى أن يهدي علي الكيالي ويتوب عن العبث بكتاب الله سبحانه وتعالى أرجو منكم إخواني وأخواتي نشر هذه الحلقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر وغيرهما والدال على الخير كفاعله كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته